وينضم إلينا للتعليق من رامالة بالضفة الغربية الكاتب والمحلل السياسي محمد هواش سيد محمد لنبدأ بهذا الخبر الذي قرأناه حالا وما مدى جدية البيت الأبيض في توقيع عقوبات بالفعل على الوزيرين المتطرفين سموتريتش وبينكفير بداية تحية لك وللسادة المشاهدين أعتقد بأن هذا الموضوع موضوع الضفة الغربية ومستقبل الضفة الغربية هو موضع صراع فلسطيني إسرائيلي وعين إسرائيل التي تحارب في قطاع غزة لتدمير وإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عينها على الضفة الغربية وعلى أراضي الضفة الغربية وكل القرارات المتعلقة بالفلسطينيين بالعلاقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين سلمت منذ بداية هذه الحكومة لوزيرين وزير اسموترش الذي يحتل منصب وزير في وزارة الدفاع الإسرائيلية ومسؤول عن الإدارة المدنية بين هذين العسكرية التي تدير عمليا الضفة الغربية في هذه الأثناء وأيضا الوزير الثاني الذي تسلم أيضا وحدات حرس الحدود وهي الوحدات التي تقوم بالحواجز وأيضا وحدات مسلحة في المستوطنات يقودها ويؤسسها ويؤلفها ويوسعها ويسلحها الوزير وزير الأمن الداخلي بينغفير وبالتالي الحكومة الإسرائيلية سلمت العلاقة مع الفلسطينيين إلى وزيرين لا يؤمنان بأي حقوق جماعية للشعب الفلسطيني لا يؤمنان بالقانون الدولي الذي يعتبر المجموعة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة مجموعة محمية بالقوانين الدولية ولا يعترفان أيضا بكل ما يتعلق بالاتفاقات الثنائية الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين مثل اتفاق أسلو والتزامات الطرفين في هذا الاتفاق وأيضا إلى ذلك لا يعترفان بأي حقوق للفلسطينيين إلى ذلك يقومان عمليا بإجراءات ويتخذان إجراءات من خلال الحكومة ومن خلال الجهات أو المؤسسات والكينات التي يشرفان عليها في وزارة الدفاع وفي وزارة الأمن الداخلي يقومان عمليا بسن تشريعات جديدة تلغي الخط الأخضر في اتجاه واحد من إسرائيل إلى الضفة الغربية وأيضا تحاول نزع علاقة الفلسطينيين بأرضهم ونزع ملكية الفلسطينيين هذان الأمران خطران جدا ويريدان تطبيق القانون المدني الإسرائيلي هذا يعني بإلغاء كل ما تم الاتفاق عليه وكل التفاهمات الدولية المتعلقة بمستقبل الضفة الغربية ولذلك هناك خطر يعني داهم في هذا الموضوع ويعني المجتمع الدولي بدأ يدرك تماما بأن كل الادعاءات الغربية الادعاءات الولايات المتحدة بتأييدها حل الدولتين بدأت تظهر كأنها يعني مجرد غبار ومجرد ضباب لتغطية الأفعال الإسرائيلية العملية على الأرض من جهة وأيضا الاتحاد الأوروبي الذي يؤمن بعمق بحل الدولتين وأن حل الدولتين هو الوحيد يعني الذي يوفر الأمن للإسرائيليين كما يوفر الأمن للفلسطينيين ويوفر عمليا استقرارا في المنطقة وبالتالي يعني ما تقوم به يعني اليوم الولايات المتحدة بدراسة فرض عقوبات على الوزيرين هو مكمل للإجراءات الخجولة التي قامت بها الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على بعض المستوطنين الهامشيين على الرغم أن موضوع الاستيطان هو موضوع رسمي حكومي وبالتالي يجب فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية التي تسمح بالاستيطان وتسمح بتوسيع الاستيطان وتسمح بتطبيق القانون المدني الإسرائيلي على الضفة الغربية وسماح بمصادرة الأراضي ونزع ملكية الفلسطينيين من هذه المنطقة كجزء من الرؤية رؤية الحزمة التي طرحها بسلايل سموتريتش للصيرام على الفلسطينيين بالسيطرة على الضفة الغربية وضم الضفة الغربية إلى ذلك رغم كل هذا المسار والتوجهات العنصرية الاستعمارية هناك منظوم التحكم استعماري إسرائيلي وسيطرة على كل ما يتعلق بالحياة الفلسطينية ومصادر الحياة ومصادر الثروات المياه والأراضي وكل ما يتعلق بالمصادر الطبيعية للفلسطينيين تسيطر عليها إسرائيل فبهذا المعنى هناك محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من وجهة نظر الإسرائيليين ومن وجهة نظر المتطرفين الإسرائيليين أكثر وعلى الرأس هؤلاء المتطرفين ليس إسموتريتش وبينكفير بل بين يمينة هو المتطرف الأشد تطرفاً والأشد خطراً في هذه السياسة وهو الذي يقود هذه السياسة هذا من جانب من جانب آخر أيضاً هذه السياسات الاستعمارية والاستيطانية اليوم صدرت دراسة في الصحافة الإسرائيلية حول الاستيطان الاستيطان حتى الآن هو استثمار خاسر من وجهة نظر الإسرائيليين الذين ينظرون إلى الأمر المستقبلي وبأن ميزان الاستيطان خلال السنتين الماضيتين هو سلبي من وجهة نظر الإسرائيليين أي الذين جاءوا إلى الضفة الغربية من إسرائيل أو من خارج أو من مهاجرين جدد أقل بكثير من الذين هاجروا المستوطنات خلال السنتين الماضيتين بمعنى أن هناك الموقف الفلسطيني الرافض للاستيطان والذي يقاوم الاستيطان بكل الأشكال بما في ذلك المسار القانوني الذي رأينا بالأمس محكمة العدل الدولية تقول بأن كل إجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية هي إجراءات غير قانونية وغير متطابقة مع القانون الدولي وأنها يجب أن تنتهي ويجب أن تزول ويجب أن تتوقف كل التداعيات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية زيارة نتنياهو المزمعة إلى واشنطن وما يمكن أن تتمخض عنه أعتقد بأن بن يمين نتنياهو يريد أن يجدد العلاقة العميقة بين دولة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ويريد أن يقول بأن الكونغرس الأمريكي وبأن المؤسسات التشريعية الأمريكية هي أقوى من الإدارة وبأن العلاقة العميقة بين الدولتين تنطلق من توجيهات من هذا المكان هذا من جهة من جهة أخرى أيضا يعني هو يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحت ضغوط شديدة جدا من الإدارة الأمريكية التي تطالب بوقف يعني كل الإجراءات المتعلقة بحرب الإبادة في قطاع غزة وعمليا تغيير شكل الحرب على قطاع غزة وعلى الفلسطينيين ويعني بن يمينة نياهو حتى الآن لا يستجيب إلى كل الضغوط بما في ذلك الضغوط الداخلية الإسرائيلية بالأمس كان هناك اجتماع أمني داخلي في إسرائيل حضره بن يمينة نياهو ورئيس الأركان ورؤساء الأجهزة الأمنية ووزير الدفاع وقالوا لبن يمينة نياهو بأن الجيش والمؤسسة الأمنية بالكامل كل المؤسسة الأمنية تؤيد إبرام الصفقة الآن وعندما استمع إلى تقدير من رئيس الأركان هيرتسي هيلفي فورا ألغى الاجتماع وقال بأنه تعب وبأنه لا وقت لديه لمناقشة هذه الأفكار وبأنه إذا أراد أن يستجيب للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية فيريد أن يأخذ مقابلا من الإدارة الأمريكية ولذلك ربما أعتقد بأنه ربما يقدم هذه الورقة للإدارة الأمريكية وللكونغرس الأمريكي من هناك يوافق على يعني إتمام الصفقة وترتيبات الصفقة على الرغم أن ما زالت التفاصيل يعني المتعلقة بهذه الصفقة معقدة وبأنها ربما يعني لا تمكن يعني بن يمين نتنياهو من الموافقة على التفاصيل المتعلقة بوقف هذه الحرب وعمليا عدم يعني إعلان ما سماه النصر المطلق في قطاع غزة شكرا جزيلا لك سيد محمد هواش المحل الأسياسي كنت معنا من رام الله شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا لك